بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا الآن نكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نكون مع حضرته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ولذلك تعالوا نسلم على حضرة النبي بأبي وأمي ونقول له السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا من تجدد حياتنا وتأخذنا إلى حياة السعادة والهنى السلام عليك يا رسول الله هنبدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع نور من أنواره الجامعة نور جامع كده من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي نتكلم عنه النهاردة وحديث أبي أعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نركز الكيس من دان نفسه وعملا لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان نقرأ الحديث مرة تانية ونتمعن في الحديث مرة تانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه حضرة النبي الكيس من دان نفسه وعملا لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هذا الحديث الحسن الذي هو في الحقيقة من أكثر الأحاديث التي سمع الناس والناس عندهم طبع كده أن ما تعرفه قد لا يكون مفيدا اللي حافظه قد لا يكون هو المفيد لك لكن هذا الحديث أنا بسميه رأس الاتزان إن الإنسان فيه حديث كده يعلم الإنسان الاتزان هذا الحديث بيخرجنا بشكل واضح والحديث ده لابد إن إحنا نشوفه ونقرأه بقراءة تانية الناس تعودت إن إيه لما تسمع الأحاديث المكررة تعتبر إن أحاديث خلاص ما إحنا عرفناه وفمناه أبدا أحاديث رسول الله لا تخلق على كسرة الرد ولذلك أول حاجة بتقابلنا في هذا الحديث إيه هو؟ إن أي حديث تجد فيه هذا المعاني المتقابلة هذا ليس من قبيل الثنائيات التفكير الثنائيات التفكير اللي فيها إيه؟ إما أو لا 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 لما تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك الكيس والعاجز تعرف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزك تتكلم عن الاتزان تفهم الاتزان يعني إذا أردت أن تكون متزنا فكون كيسا ولا تكون ولا تكون ماذا عاجزا لأن العجزة عدم اتزان تعال نشوف الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه كتير من الناس ويبتسمى هذا الحديث تسمى هذا الحديث بشكل غير صحيح يفهموا إن الكيس من دان نفسه والكيس هو الإنسان العقل فالكيس هو الذي اتصف بالكياسة التي هي ايه؟ شيء أعلى من العقل وفي نفس الوقت أقرب إلى الحكمة يبقى شيء أعلى من العقل ولكن هو أقرب إلى الحكمة وكأنه هي محاولة العيش بالحكمة يبقى يبقى الإنسان الكيس هو من يعيش بالحكمة حضرت النبي قال الكيس من دان نفسه والحديث هنا بيعلمنا حاجة مهمة جدا بيعلمنا إن الكيس هو الذي يكون متزناً ويكون لديه ميزان فلذلك الكيس من يزن نفسه فكأن الكيس هو من يزن نفسه قبل أن يوزن ولذلك هو دا المعنى اللي جيه فاكريني الكلام سيدنا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا يعني إيه اللي حصل وإن ذلك جاءك ذكر ماذا كذكر اليوم الآخر كذكر ما بعد الموت يعني وكأنه بيقول بيقول لنا إيه حضرة النبي الكيس من عاش باتزان ووزن أعماله هو دا الكيس طب وكيف يزن أعماله قال الكيس من وزن أعماله لأنه يأخذ مما بعد الموت تذكيراً بماذا بالميزان حتى يصل إلى الاتزان يبقى ما بعد الموت يذكره بميزان الآخرة فميزان الآخرة لا يرعبه فرسول الله سلمش بيرعبه يقوله وعمل إلى ما بعد الموت عمل إلى ما بعد الموت عمل للأهوال لا 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 عمل ما بعد الموت عمل للميزان الذي سيوضع عليها عمله فعاش بميزان ليكون من أهل الاتزان احنا أول مرة نسمع الحديث بهذه الطريقة نعم احنا بنقرأ الحديث بمعنى حضاري عشان نعرف أن الجنة والنار والميزان والصراط والملك والحشر كل دي مش أشياء بننتظرها بس ولا أشياء بنخاف منها أو أشياء بنتمناها لكنها أشياء محفزة لنا في الدنيا يبقى ما بعد الموت هل ما بعد الموت له دور في حياتنا نعم دور محفز بيحفزنا إلى إيه إلى الاتزان يبقى الكيس من دانا نفسه أيوة الكيس من دانا نفسه يعني فيه شوية معانا هتجينا هتجي في زيننا الكيس من دانا نفسه يعني من حاسب نفسه وعاقب نفسه لا 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 الكيس من دانا نفسه يعني من أخذ بأسباب الاتزان بأن وزن كل أعماله وضع معايير لحياته ووزن بها أعماله زي المعايير اللي دايما بكلمكم عنها اللي هي معايير الاتزان اللي احنا بنسميها الخمسة جيمة والفايف جي اللي هي إيه الخمسة جيم دي إنه هو عشان يكون متزن يضع نفسه على هذا الميزان إنه هو ما يعملش أي حاجة في حياته غيره يكون لها جدوى وعشان كده إنما الأعماله بالنيات إنما الأعماله بجدواها بأهميتها طيب تاني حاجة إنه ما يعملش عمل إلا وهو في جدية في جدية يعني إيه خير العمل يأدوامه وإن قال تكون جاد اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل هو العجز والكسل هو يروح على فين عشان يبقى كيس يبقى لازم يكون جاد يبقى أول حاجة حتى يكون كيسا لكي يكون كيسا لابد أن يفعل الشيء وله جدوى له أهمية هو ده الكيس الكيس ما يعملش حاجة عبثية لكن الكيس إنه هو يعمل الشيء وهو له جدوى عشان ده واخدينه من إنما الأعماله بالنيات إنما الأعماله بغايتها بأهدافها بمراداتها وعشان كده بقيت حديث إنما الأعماله بالنيات بيقول إيه ولكل مرئ ما نوى ما قصد فمن كانت يجرته إلى الله ورسولي فهيجرته إلى الله ورسولي إيه ده بس وإحنا مكناش برضو بنفهم الحديث كده لا هو ده معنى فالنية ليست هي فقط محفز بل النيات كمان بصلة كمان والنيات كمان غاية فالنيات فيها المعاني التلاتة دي النيات فيها الإرادة والنيات فيها البصلة والنيات فيها الغاية يبقى عشان كده أول حاجة عشان تعرف أنت كي كيف أعرف أنني من أهل الكياسة كيف أعرف أنني كيس عاقل بأن أي عمل بتعمله تزن بهذه الموازين الخمسة أول حاجة ألا تفعل أمرا إلا وله إيه إلا وله جودة إلا وله إلا وله جدوى طب والحاجة الثانية لا تفعل عملا إلا وله إيه إلا وأنت جاد فيه طب العمل التالت بقى المعيار التالت لا تفعل شيئا إلا وأنت لك جدارة في أن تفعله يعني تستطيع أن أنت تفعله عندك مهارة في أن أنت تفعله لأن فاكرين إيه قيمة مرء بما يحسنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يبقى اللي يتقن بيقولك لازم تكون صاحب جدارة يبقى والحاجة صاحب جدوى أهو جدوى يعني إيه عمل له أهمية تاني حاجة تكون جد هذه الجيمية التانية الجيمية الدانة التالتة جدارة جدارة يعني مهارة الجيمية الرابعة إن الإنسان يكون عنده وهو بيفعل أي شيء لابد أن يفعل الشيء وله جودة جودة ما يفعلش الشيء خلاص ما يفعلش الشيء وهو ملوش قيمة لا لازم يفعل الشيء وله إيه جدوى لازم يوزنه آه هنا بقى بن أوي 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 الكيس من دانا نفسه الكيس اللي بيوزن يبقى إذا أردت أن تكون كيسا إيه اللي حاصل لازم يكون عندك ميزان للأشياء لما تجي تفعل الشيء تدن نفسك تقيم اللي انت عملته عشان تكون إيه لما تقيم اللي انت عملته تصل إلى إيه تصل إلى الجودة وتبقى ساعتها لما تصل إلى الجودة إيه اللي حاصل يبقى تعرف إن انت ووضع الميزان ليه ربنا وضع الميزان وضع الميزان عشان نوزن أعمالنا عشان كده إحنا بنوزن أفعلنا عشان نبقى أصحاب إيه أصحاب كياسة الحاجة الخامسة بقى الجيمي الخامسة إن انت عشان تبقى إنسان متزن لازم الحاجة اللي انت بتعملها تكون فيها جمال لأن الله كتب الإحسان على كل شيء فشوفوا اللي انت بتعمله فيه إحسان ولا لا لأن الله يحب المحسنين إن الله جميل يحب الجمال لما تيجي تعمل حاجة ما تعملاش قبيحة لكن أعملها جميلة يبقى عندنا خمسة جيمي أول حاجة عشان تبقى إنسان كيس هذه قراءتي والتي أخذتها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة عشان تبقى كيس دولة خمسة جيمي خمسة جيم دولة هم اللي بيهم نعرف انت الإنسان كيس ولا لا وكلهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم فيهم فكرة الميزان اللي جاي من تذكر ما بعد الموت تذكر ما بعد الموت هو إيه؟ الميزان فتكون من أهل الاتزان أول حاجة لا تفعل شيء إلا وله غاية ليه طيب؟ عشان هو دوت معنى الاتزان أنت تكون متزن لمتى؟ لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بميزان لكي تتذكر أنك بين يدي الرحمن دي بيأول حاجة تكون الأشياء لها جدوى تاني حاجة أن تفعل الأشياء بجدية فتكون جداً يبقى إيه اللي حاصل؟ مفيش كسل ولا عجز تالت حاجة على فكرة ما إحنا ممكن نربط كلهم بإيه؟ بعكس العجز أنت لما تكون عندك جدوى إيه اللي حاصل؟ ما بتتمنياش ده أنت عندك هو شيء أنت تريده أنت تطلب غاية طيب والحاجة التانية لما تكون جاد لا أنت مش عاجز لأن الرسول لا سمع استعاذ من العجز والكسل لما تعمل الحاجة وإنت عندك جدارة إيه اللي حاصل؟ لأن أنت اكتهت إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أنت اكتهت هو يبقى أنت لما اكتهت أنت مش إيه؟ أنت مش شخص عاجز لكن إنت اكتهت وقال إستعن بالله ولا تعجز يبقى إيه اللي حاصل؟ أنت اكتهت أخدت بالأسباب وتعلمت وبقيت عندك جدارة رابع حاجة أنت تعمل حاجة لها جدوى لها جودة جودة يعني إيه؟ لها قيمة لما تحطها للميزان يبقى لها قيمة ولذلك إن الصدقة تقع في يمين الرحمن فإيه اللي يحصل؟ فلما تقع في يمين الرحمن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فالحاجة لا جودة هي طيبة والله آخر حاجة يكون فيها جمال لأن الله جميل أن يحب الجمال إنت زي عملت دول يبقى أنت عملت ميزان يوصلك إلى الاتزان ويوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى بأن تفعلا استفدت من تحفيز ما بعد الموت اللي هو تحفيز ما بعد الموت إيه؟ التحفيز بالميزان التحفيز بالوقوف بين يده الرحمن التحفيز بالإقبال على الله سبحانه وتعالى فأصبح دوت يولد عندك حافز في حياتك أما العاجز بقى ده اللي بيعيش بحياة الإيه؟ ده اللي بيعيش بحياة الإيه؟ بحياة الكرامة وبحياة الاتزان لكن بقى اللي بيعيش بحياة الإيه؟ بحياة التمني بقى اللي هو العاجز من أتبع نفسه هواها لا ده حكاية ده إ finish what happens ده هو أتبع نفسه هواها يعني إيه أتبع نفسه هواها؟ يمشي ورأى نفسه وهي بتتمنى ان هي تصل الى كذا وتصل إلى كذا وتصل إلى كذا شف الحديث بيقول إيه؟ أتبع نفسه هواها يعني إيه؟ بقى ماشي ورأى النفس والنفس تأخذه وتضيع اوقاته ولا يفعل شيء ويترك نظر الله إليه ولا يزن ما يفعل وإن يحصل ويتشتت ويضيع منه كل شيء آه لا ودات مش هو دات الإنسان المتزن وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أبلنا هذا الأمر طب نعمل إيه بقى عشان نقدر نوصل لهذه الحال اللي هي حال إيه حال الاتزان إيه اللي احنا نعمله ببساطة خالص إحنا قلنا إن كل واحد فينا لازم يراعي الخمس إيه الخمس معايير اللي احنا حطناه عشان نكون من أهل الاتزان ويكون ماذا ويكون من أهل الكياسة تلاحظ إن الخمس حاجات دي تخلي الإنسان ماله تخلي الإنسان بصدق وبوعي جدا 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 شخص من أهل الحكمة ليه؟ لأن الحكمة أن أنت تضع الأشياء في موضعها لكن إيه اللي حاصل؟ لكن إذا وضعت الأشياء في غير موضعها أنت مش من أهل الحكمة لكن تجد إن الشخص ده وضع معايير لنفسه وضع ميزان لنفسه فهو أصبح من أهل الحكمة لكن شوف الإجراءات اللي عن قولها كمان تزود كمان حكمة الإنسان ده إنه لما يجي يعرض عمله على هذه المعايير الخمسة هيجد نفسه أول حاجة هو عايز يعملها عشان يساعد نفسه لما يجي يعرض نفسه على المعايير دي أول حاجة يتوقف على الحكمة على إيه؟ على النفس ويستبدل ده بإنه يازل نفس ويازل نفسه أنه يعرض أفعاله على الخمسة دول ولذلك فيه فرق كبير من محاسبة النفس وإنه يبقى عندي النفس اللوامة اللي هي الضمير الضمير اللي بيساعدنا عن ده يبقى أول حاجة أبتعد عن إيه؟ أبتعد عن كل ما فيه نوع من أنواع الابتعد عن الميزان وأترك الحكم على النفس وأسعى إلى ماذا؟ وأسعى إلى أن أقبل على الله يبقى أستبدل محاكمة النفس وإنشاء محكمة للنفس وأستبدلها بإيه؟ وأستبدلها بالدوافع اللي بتدفعني وتسهل علي الطريق إلى الإقبال على الله اللي هي الخمس معايير اللي احنا قلناه أي حاجة تجي تعملها؟ تسأل نفسك فين الجدوى بتاعة العمل ده؟ تسأل نفسك فيه أنا جدي في العمل ده ولا لأ؟ تسأل نفسك أو أنا عندي جدارة ولا لأ؟ لو ما عنديش أي حاجة من دي أروحك تسيبها واجي أسأل نفسي إيه جودة العمل ده وقمته؟ أسأل نفسي هل الأمر ده حسن ولا قبيح؟ آه يبقى كده توقفت من حكمة عن نفسي تاني حاجة وده شيء مهم جدا جدا أخرج من أسر أخرج من أسر وسجن فكرة جلد الزات إن أنا أعمل برنامج ثابت طول الوقت وأبدأ وحسن وطور نفسي طول الوقت وأضيف لنفسي كل يوم شيء عشان ما يبقاش يومي كأمسي فابقى محروم لا ده أنا أضيف كل يوم شيء جديد في حياتي وأتعلم كل يوم مسألة يبقى إيه اللي حاصل؟ أتخلص من جلد الزات بالبرنامج بالبرنامج التطوير الزاتي رقم ثلاثة بدل مجل الزاتي في الأشياء التي لا أستطيع إصلاحها أستشير خبير وأعمل بقولي تعالى فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يبقى هنا أنا مش بس بطور نفسي ويبقى عندي خبير كمان عشان أتقدم إلى الأمام لو كنت عاجز عنده رابع حاجة أنا ممكن أعملها بشكل واضح عشان أقدر أكون من أهل الكاسة أن أقرأ في سير أهلي ماذا؟ أهل الصبر يعني مثلا لو بكلم طالب علم أقرأ في سير مثلا في كتاب صفحات من صبر للعلماء على شدائد البحث والتحصيل لما أقرأ في ده يجي لي عزم ويجي لي همة وأسعى وأتقدم للأمام وكمان آخر حاجة أنا لو كنت عايز أبقى من أهل الكاسة لابد أن يكون عندي خلوة مع الله أطلب منه سبحانه وتعالى وأدعوه أنه يكون عوني وسندي في سيري إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحملي كل أعباء الاكتهاد في السير إلي وأسأله أنه يجعني ممن فازوا بالنصيب الأوفى من قولي تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يا رب يجعني من هؤلاء وقعنا دائما من الذين يجاهدون أنفسهم بالكياسة والفطنة والحكمة حتى لا يكتب على قلوبنا ماذا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يا رب نسألك الخير الكثير في كل أحوالنا في كل طرفة عين وفي كل نفس وفي كل عمل يا كريم يا ودود يا صاحب الفضل والجود جود علينا بالحكمة والكياسة واجعلنا من أهل رضاك على الدوام يا رب العالمي يا سادة بعد الفاصل نلتقي مع أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجال حضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي برتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها ونسعد بهذا التواصل الفائق الرائق المحبب إلى قلوبنا عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على التوفيق والسداد والفتح ويجعل مجالس العلم ممدودة لا تنقطع عنها أننا ننقطع عنها أبدا يا رب دي ما علينا هذه النعمة نعمة مجالس العلم يا رب العالمي أول سؤال وصلنا بيقول أنا طلعت والدتي عمرة الحمد لله في شهر الرجب والعمرة دي فلوسها كانت من جمعية أنا بتفعها لحد دلوقتي وكمان قدامي فترة طويلة أتفعها هل كده عمرتها فيها مشكلة وللعلم الفلوس من شغلي وأنا تعبانة فيها جدا والجماعية ما فيهاش ربا ولا حاجة سبحان الله إيه اللي بيخلي الناس تفكر دايما بالحرام إيه اللي بيخلي الناس تيجي على بالها الربا أنا والله بشفق كتير جدا جدا أنا على فكرة عقول بس للأهل التدين تكموا على أهل الناس اللي تدخلوا وقفتوا الناس بغير علم أنتو هتتحملوا وجع قلوب الناس دي هتتحملوا شك وحدة اجتهدت وبازلت بدل ما هي تفرح بنعمة ربنا تفضل خايفة وأرقانة عشان فتويكم اللي بتخوفها عشان فتويكم اللي هي في الحقيقة كل اللي انتو بتقدروا تعملوه مش إن كنتوا تمرسوا العلم وتقوموا بصنعة الفتوى لكن ترعبوا الناس عشان يفضلوا حاسين إن دينهم محتاج لكم أنا آسف ولذلك مكحول رضي الله عنه قال الفتوى رخصة من عالمها أعزيوا ليه الفتوى سعة من عالم فاللي انتو عملتو في الناس ده الرعب اللي انتو عملتو في الناس ده مين هيدفع تمنه مين هي مين هيحسبكم عليه مين هيحسبكم على الرعب اللي انتو خلتوه الناس بدل ما يبقوا بيشكروا ربنا على نعمة توفقهم للطاعة إيه اللي يخلي واحدة وهي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بإن هي تساعد والدتها على إن هي تطلع للحج تروح حتى كلمة الربا في النص عشان دايما بحسسين الناس إن شبح الربا بيجري وراهم في كل مكان الربا هتجيلك وتوصل إليك انت بتعيش في ربا يا سيدي لأ تعالى نشوف كده هي بتقول إن هي طلعت والدتها بفلوس خدتها من الجمعية وإحنا الجمعية قاعدنا نتكلم عنها كتير جدا جدا هي الجمعية دي عبارة عن دين ولا الجمعية دي مشاركة ولا الجمعية دي نوع من أنواع إيه إيه خلاصة إن الجمعية عملية عملية جديدة فيها مشاركة وليس الشركة فالناس بيتشاركوا مع بعض وهي عملية تكافلية الناس بتتكافل فيها عشان تدير حياتها بإن الناس تعطي أموالها بعضهم لبعض عشان يوصلوا إلى حالة يساعدوا أنفسهم على تحصيل أموالهم وما بيكونوا محتاجين لها لكن كل واحد بيدفع الفلوس اللي هي عليه ويسددها للناس فالجمعية فكرة تعاونية من باب التعاون على البر والتقوى ليه من باب التعاون على البر والتقوى لإن محدش في الجمعية بياخد أكتر من اللي دفعه الجمعية إمتى ممكن تكون عتتحول إلى شيء حرام إذا كان الواحد بيدفع شيء وبياخد أكتر من اللي دفعه أنا خدت عشرين ألف جنيه والجمعية عشرين قسم وبدفع ألف جنيه كل شهر طب إيه اللي حاصل العشرين ألف جنيه أنا دفعت عشرين ألف جنيه وقصاته بالضبط لا زدت عليهم ولا قللت منهم أنا أدفع العشرين ألف جنيه تماماً بتمام ونزاك نوع من أنواع التعاون فإحنا تعاوننا عشان نحصل النفع للجميع وعشان كده الجمعية جائزة فالجمعية جائزة وزاك الفلوس اللي أنت دفعتيها في عمرة والدتك هي حلال ما في هاش شبهة ولذلك إذا كان هذا المال حلال ما فيه الشبهة فكمان العمرة عتكون مقبولة إن شاء الله فإن شاء الله تكون العمرة دي صحيحة وتكون مقبولة إن شاء الله عند رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه لما رسول الله سلم بيقول عن الشخص أنه بيلبي ومطعمه حلال وغذي لا خلاص بيتكلم على الشخص اللي بيدعو لما يكون ده ولذلك لما الإنسان بيذهب إلى العمرة بمال حلال ولا شبهة فيه فإن اللي حاصل إن شاء الله تكون عمرة صحيحة ومقبولة فإذا أرجوكي لا تتشكك وأرجوكي دعك عنك الوسواس وعيشي مع مولانا سبحانه وتعالى وعيشي بنعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يسر ليكي وبرية والدتك فاللي أنت تعملي دلوقتي أنت تشكرني نعمة ربنا على إنه يسر ليكي أن تكوني بارة بأمك ده اللي يشغل بالك دلوقتي ما يشغلش بالك أي حاجة تاني السؤال اللي بعد كده بيقول هل مرتب الزوجة العاملة يدخل الذنب المالية الخاصة بها فقط على العلم إن عملها يكون على حساب بيتها بص يا سيدي المرأة عملها اللي بتتقاضى عليه أجر ده مقابل الجهد اللي بتبذله فإنه حاصل؟ فإذا كنت أنت بتجوز مرأة وهذه مرأة عاملة فبيكون المال اللي هي بتاخده ده إيه اللي حاصل؟ مال خالص ليها يدخل في ذمتها المالية الخاصة بيها وليس لك حق فيه يعني المال اللي بتعمل بيه الزوجة بيدخل في ذمتها المالية المستقلة طيب أنت بتقول والله طب ما أنا هي سايبة البيت أنت ما بعتلاش وقتها اللي في البيت أنت المفروضة هي في البيت من حقك أن هي تكون بتسكن البيت وما تخرجش من البيت بس أنت لما تجوزتها كان بتشتغل فأنت كنت موافق على عملها فإقرارك على عملها يعني إقرارك بما يترتب عليه اللي هو جزء مما يترتب عليه إيه؟ أني لها ذم مالية مستقلة مش أرضي إقرارك بما عملها أني تقصر في البيت أنت لا أنا مش أصد أني أنت مقر بأنها تقصر في البيت لكن أنت مقر بأنها ستعمل وتكتسب من هذا المال فأنت مقر بأن هذا المال سيدخل فيه زمتها المالية الخاصة ولذلك لا يجوز لك أن أنت تحاول بقدر الإمكان أن أنت تحصل على أي شيء من هذا المال لكن هي لو من حسن العشرة أو هي أرادت أنها تحسن شأن البيت فدفعت شيء من راتبها فهذا من قبيل الفضل وأنا خلينا أقول لك أنا قلت لك الحكم الشرعي وسأقول لك كمان حاجة مهمة جدا جدا في حسن العشرة أن المرأة مهما كانت لو كانت بتساعد في البيت إذا لم يقم الزوج بالامتنان لها هذا يؤثر تأثيرا سلبيا على علاقتهما فلذلك أي مرأة أنا بقول لكل الرجالة أي رجل أي مرأة بتدفع مال للمساعدة في شأن البيت لابد أن يمتن لها لأن الرجل هو الذي عليه أن ينفق هذا البيت هيقول لي طب أنا أنفق من سعتي صح لكن هي لما بتنفق هي ده داخل في إيه؟ داخل في الصدقة لازم تفهم كده مش أنت سألتني لازم أقول لك التكييف الشرعي للمال اللي هي دفعاه المال اللي هي بتدفعه ده صدقة على هذا البيت وعلى فكرة مستلح الصدقة على أهل البيت ده ولقمة ترفعها ليه يعني ليه يعني لما نقول ولقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة ليه لما الواحد يطعم زوجته يبقى اسمها صدقة وما نقولش أن الصدقة كمان هي أفضل دينار في الصدقات هو المال اللي بتنفقه على أهل بيتك كذلك زوجتك لما بتدفع هذا المال هو من قبيل الصدقة اللي انت مفروض تشكر لها ده لأنه ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله يبقى أسهل طريقة بدل ما تقول ده فلوسي وتعمل وتقول لا لا ده فلوسي لأن انت بتستقطع من وقت البيت الأفضل أن انت تقول لها جزاك الله خيرا على أن انت أكرمتي أسرتك وأكرمتي بيتك وان شاء الله سبحانه وتعالى يبدو لك مكان هذا فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان تحسن إليك ما هي أحسنت إلى هذا البيت ودوت هو الامتنان هو اللي بيضاو القلوب قالوا كيف تجبر الخواطر وكيف تطيب الخواطر قلت لم أرى شيئا يجبر الخواطر بمقدار الامتنان الذي يجعل العبد يعلم أن حبيبه كان وهو يعمل إليه ناظر يا رب اجعلنا دايما من أهل الامتنان لأحبابنا فنمتن ليهم فانطيب خواطرهم ويحسوا أنهم مشاركين لنا في حياتنا ويحسوا كل واحد فينا أن احنا بنعيش مع بعض قلبي واحد ونفس واحدة فيطيب البيت كما طاب الخواطر يا رب العالمين اجعل بيوتنا دايما مليانة بالطيب مليانة بالقبر مليانة بالفضل مليانة بالنعمة نعمة المودة ونعمة الرحمة ونعمة السكينة يا رب العالمين أكرمنا بأن نكون متحبين من أهل الفضل ومن أهل الكرم واجعلنا دائما في سر ولا تنسوا الفضل بينكم فاجعلنا لفضل كل واحد منا من الزاكرين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين